والخير ما شاهد به الاخرون والواحد من الاخرين اللي لما بيتكلموا على الاهلي الاول كان بيتكلم علشان يغيظ الزمالك او هو مدائل للزمالك لكن المرة دي عمر أديب اشار لتفوق الاهلي كان في حد بيكلمني يعني بيقول لي اصلوا روح النادي الارتوني لا دي مش روح النادي الاهلي انما دي لياقة النادي الاهلي ودي خطة النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي الاهلي النهاردة كان فيه لياقة كان فيه نفس كان فيه إصرار كان فيه عزيمة كان فيه انتحارية اللعيبة بتلعب بشكل انتحاري ويمكن الأجيال الجديدة اللي ما تعرفش التعبير ده عن الزمالك كان فيه تعبير اسمه العتولة اللي هم العتولة الزمالك يعني هم متخيلين انه الفانيلا الزرعة دي بتجيب لنا البطولات احنا لابسين الفانيلا الزرعة فاحنا نزلين نكسب بروح الفانيلا الزرعة اه بقيت ليلة زرعة وليلة كحلي كمان على دماغنا كلنا الاهلي النهاردة كان بيلعب على كل رجل وعلى كل كورة انتحاري احنا كان النهاردة شايفين فريق كماكازي كماكازي يعني بيخش على كل كورة بيخش على كل لعبة بيلعب على الزمالك في كل مكان بيشترك في كل كورة انما الزمالك كان بيلعب بشركة وسكينة اللي تعب النهاردة هو الاهلي الاهلي الغاية اخر لحظة الغاية تم نزل افشا وشريف بيلعبوا عشر على عشر اللعيبة كلها صح اللعيبة كلها بتلعب في مراكزها صح على فكرة عادة انا دايما اقول ان حظ الاهلي نار لا 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 الاهلي النهاردة كان نار مش حظه اللي نار الاهلي النهاردة اللي كان نار مش حظه اللي نار والاهلي الغاية اخر لحظة الغاية تم كريم جاب الجون التاني بيلعب وبيكافح وعايز يعمل حاجة وعلى فكرة لا حكم ولا جمهور ولا ارض ولا حسد ولا اعمال ولا فانيلة ولا اي حاجة الاهلي كان احسن الاهلي كسر ضربة البداية والاهلي كسر نحسه النهاردة اعرف بها لما الاهلي بيكسر نحسه وبعد كده بيجرى ايه بيجرى ايه كما كن يا كما كازي لان اللي بيقوله لستاذ عمر بيعكس بالزبط اللي اقصده ايضا من الانترو اللي عملته القاعدة ان يكون الفوز والكلام على الاهلي كده القاعدة ان يتحدث عمر اديب عن الاهلي دائما ولكن الاستثناء ان تأخذه النشوة عنده الاستثناء فيتحدث ويهم نفسه بغير هذا لعلك ان تكون قد وجهت هذا الحديد اليك بس اليه او الى المدام الاستاذة لميس الحديدي الاهلوية الاهلوية بعطفة شديدة جدا تأكد فوز الاهلي وهن النادي الاهلي وهن النادي الاهلي بسعادة بلغة على الفوز مبارح ببطولة السوبر بعد فوزه على زمالك 2 صفر مباراة مثيرة جدا وأكلمكم بقى عن روح الفانيلا الحمرة روح الفانيلا الحمرة اللي عمرها مختفت دايما يقولوا ايه ايه روح الفانيلا الحمرة دي روح الفانيلا الحمرة دي اللي ظهرت مبارح انك تاكل الارض اكل عشان تكسب وعشان عارف ان جمهورك زعلان او متدايق او محتاجك انك تكسب فتأكل أرضتك أكل هو دي روح الفانيلا الحمر إنك لا تيأس لا تيأس حتى الدقيقة تسعين تايماً يقولوا إيه مش الأهلي بتاع الدقيقة تسعين والأهلي ده حظ ده مش حظ ده مجهود ده تعب ده مبدأ إنك مهما سقط ومهما تعثرت عارف إنك هترجع وتقف وتكمل وتكسب هيا دي روح الفانيلا الحمر جماعة روح الفانيلا الحمر تقولوا إيه مبروك للأهلي يعني هو قالت الكلام بس بطريقة تانية بطريقة بقى المشاعر الصادقة اللي بتحب الأهلي هي دايماً بإذن الله تسعدي وتروحي بقى تشوفي بقى إيه هتعملي معا إيه طيب الحم